مرحبا أهلا فيكن الحقيقة كان سيناريو إيجاد معابر برية عوضا عن المعبر عبر البحر الأحمر قناة السويس مطروح من عدة دول أو أحلاف إن كان الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية كان طبعا في كلام حتى أنه في جسر تم إنشاؤه مؤخرا بين الإمارات وميناء حيفا أو إسرائيل حسب البضاء على وين رايحة اللي صار خلال يومين ثلاثة الماضيات أنه في قناة إسرائيلية القناة 13 سربت بصوت وصورة تقرير مصور عن رحلة هذه الشاحنات من الإمارات وصولا إلى إسرائيل تبعت يعني شاحنة من الشاحنات وصورت أكثر من لقاء مع سائقين عرب على معبر بين الأردن وإسرائيل يلي هو معبر الشيخ حسين يقع شمال الضفة الغربية يعني لا يدخل في الضفة الغربية وبالتالي أصبح هذا الموضوع مسبت وليس فقط مسبت وإنما وضع يعني في التشغيل هذا الممر البري وضع في التشغيل ومبرر طبعا موجود أنه الاضطرابات اللي صارت يلي كان وراه الحوثيين استهداف الحوثيين للسفن استقدام التحالف الدولي والاشتباكات الدائرة بتخلي الممر الاعتيادي عبر البحر الأحمر غير آمن وبالتالي دول الخليج العربي أو الدول الأخرى يلي بدت تنقل بضاعة إلى المتوسط ومن ثم إلى أوروبا من حقه أنه تستخدم خط بديل يلي هو اليوم مطروح أو في التشغيل أصبح الجسر بين الإمارات وإسرائيل والحقيقة أنه ممكن هذا الطريق يعني يكشف لنا جزء من اللغز يعني أو يكون هو جزء من البازل يلي نحطه لها حتى نفهم الصورة الكلية عملية التتبع من خلال التقرير إذا نشوفها على الخريطة هي بلشت من دبي إلى أبو صبي إلى داخل السعودية بمحازاة الرياضة الطريق الصحراوي الذي يصل إلى حدود الأردن معبر الحديثة ومن ثم إلى الأزرق إلى الصفاوي ويمشي يعني هذا الطريق على التوازي بالتوازي أو بموازاة الحدود السورية الأردنية إلى إربت إلى كما قلنا إلى معبر الشيخ حسين وإلى داخل إسرائيل وصولا إلى حيفا حسب البضاعة أو إذا البضاعة هي الاستهلاك في مثل ما فهمنا من التقرير في إسرائيل فهي تفرغ في إسرائيل هلا الحقيقة الشيء اللي نحنا بهمنا والموضوع مهم إلينا أكيد ولكن يمكن اليوم نحسن نفهم لماذا يتم التركيز في عمليات الجيش الأردني ويعني التصريحات الأميركية وحماية الحدود على المنطقة اللي هي الحدود الأردنية السورية من ناحية السويدة هلا طبعا نشوف نحن الطريق يمر قريب جدا من الحدود قريب جدا من الحدود السورية محافظة السويدة ومحافظة درعة ولكن محافظة درعة من لاحظ أنه المنطقة مأهولة بالسكان ما فيها المساحات الغير مضبوطة بينما على العكس بمحافظة السويدة منشوف أنه في صحراء وفي مناطق غير مأهولة قد يكون التسلل منها أو القيام بعمليات من داخل سوريا باتجاه الأردن أمر أكثر سهولة وقد يكون كل ما جاء صحيح في التصريحات الأردنية موضوع تهريب المخدرات موضوع الأسلحة تهديد أمن الأردن بهذه الطريقة ولكن هذا ما بيمنع أنه نحن نضيف سبب هو تأمين هذا الطريق هذا يكون طريق حيوي تقريبا سيأخذ حصة ومنعرف قديش من عمليات النقل التي كانت تتم عبر البحر الأحمر وقناة السويس وبالتالي هو يحقق مصالح ليس إقليمية وإنما دولية لأنه هو ممر وليس فقط للتبادل التجاري بين الخليج العربي والأردن أو إسرائيل يعني بدأت توصل لميناء حيفا ومن ميناء حيفا بتروح مثل ما كانت توصل عبر قناة السويس بدأت توصل لميناء حيفا ومن ميناء حيفا يعاد يعني تصديرها أو تكمل طريقة إلى مقاصدها في أوروبا فمن الواضح اليوم أنه ما حدث خلال الأشهر الماضية جعل فيه إمكانية للأردن من خلال تغيير قواعد الاشتباك أن يكون لها يدفي تأمين الطريق من الجانب السوري هذا واحد اثنين أوجد مبرر يعني بعض الفصائل المرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية لكي تتواجد على حدود السويدة الجنوبية خاصة مع غياب النظام عن محافظة السويدة واستمرار المظاهرات القائمة هناك وتسيير ما يعرف بإسم جيش سوريا الحرة المرتبط بالتنف دوريات على الحدود نرجع منقول نحن ما منكذب بالتقارير منقول فيه سبب إضافي لمنع تهريب المخدرات لتأمين هذا الطريق الحيوي يعني لا يمكن بالفعل بناء هذا الممر والاعتماد على هذا الطريق الحيوي اللي مثل ما قلنا أصبح حقيقة واقعة بدون أن يتم تأمينه وحمايته من الضربات من الجانب الآخر من الجانب السوري فإذا هناك جزء تكشف بما يتعلق بالجنوب وهذا يتعلق مباشرة بموضوع سوريا طبعا الموضوع أبعد من هيك نحن حكينا على الموضوع اللوجستي وحكينا عن أمر قد يفسر يعني بشكل جزئي نحن كمان هون لازم ما نغلط ونقول كل ما حصل من أجل هذا الطريق لا يعني ولكن في مصلحة هي أحد المصالح أو أحد الفوائد من السيطرة على الجنوب أو ما يجري في الجموة الترتيبات التي تجري في الجنوب هي تأمين هذا الطريق الموضوع طبعا هو أبعد من ذلك بالكثير إذا بدأنا ناخده بالعمق بدأنا نطلع للخريطة بشكل عام رح نشوف أنه في مصالح الاقتصادية لدول الخليج العربي ومنها الإمارات ومنها السعودية طبعا منعرف الإمارات والأردن عندهم علاقات مع أسرائيل السعودية فيه عنده اشتراطات ما منعرف أين تتحقق يعني وضوع عملية غزة وقف اطلاق النار المهم رح يكون فيه جسر بري بين يعني الخليج العربي وميناء حيفا وبالتالي ما منعرف قديش هذا الجسر البري رح ياخد من حركة البحر الأحمر أو يأتي بشحنات إضافية يوجد مصالح إضافية ولكن هناك مصالح اقتصادية لدول الخليج العربي ستكون متعلقة مباشرة بإسرائيل يعني هذا الواقع وبالنسبة لي هذا رح يكون هو حصار أكثر أو نفوز زيادة النفوز الأميركية في دول الخليج العربي وليس العكس يعني وقد نحن نربط مصالح الخليج العربي أو جزء كبير من مصالحها مع دولة إسرائيل يلي هي يعني شو ما بتكون سموها ولكن هي جزء من المصالح الأميركية في المنطقة لما مهم من أقوام مسيطرة على مين معناتها هذه المصالح أصبحت رهينة للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ولا تتحقق هذه المصالح مصالح دول الخليج العربي اللي من نعرف قديش بتكبر وتشكل يعني جزء كبير من اقتصاد دول الخليج ما من نعرف قديش رح يكون هذا الحجم ربما تكون هذه تجربة ولكن الموضوع هو يمضي في هذا الاتجاه أي اتجاه هو ربط مصالح دول الخليج العربي بإسرائيل طيب وماذا عن العراق وسوريا ومصر الحقيقة لا شك أنه مصر ممكن يعني هي تتأثر ولكن ما بتوقع أنه تأثير على مصر والأضرار بالمصر ربما امساك شرايان أساسي من الشرايين الذي يغزي مصر بالعملات الصعبة يعني هذا معقول جدا لأن خارطة الطرق البرية في بعض الطرق التي تصل إلى مصر وتصل إلى ميناء بورسعيد أيضا عبر الأراضي المشتركة عبر سيناء في هيك مخطط ما بنعرف قديش مصر ممكن يعني يكون حصة من هذا الموضوع هذا مرهون بي هاي بي بدأ كتير من الحكي والشرح ولكن بهذه الطريقة أيضا بيكون تم ربط مصالح مصر بمصالح الخليج العربي بهذا المشروع بشكل أو بآخر أيضا منشوف أنه في بعض الخرائط اللي أظهر الطريق يربط لكويت عبر العراق جنوب بغداد وصولا أيضا إلى الحدود الأردنية إلى معبر طربيل وإلى نفس الطريق اللي قلنا أنه اليوم يتم تأمينه من جانب الحدود السورية من خلال الأردن القوات يعني العسكرية الأردنية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وجيش سوريا الحرة يصب بذات الطريق يعني عبر معبر الشيخ حسين إلى حيفا كمان هذا الطريق يعني إذا تم إنجازه أو تم تشغيله بشكل أو بآخر رح يربط مصالح كبيرة أيضا للكويت اللي هي من دول الخريج العربي والعراق أيضا مع إسرائيل يعني سيكون هناك حركة تجارية عبر هذا الخط ليس فقط للكويت والعراق وإنما لبعض الرحلات البحرية التي قد تفضل هذا الطريق على الطريق الآخر الذي يمر من السعودية ولكن نشوف أن كل هذه الطرق بالنهاية رأسها هو حيفا يعني إن كان في تصدير عبر حيفا أو استيراد عبر حيفا يعني هذا الطريق باتجاهين طبعا بديه فصورة هي بهذا الشكل بالنسبة لسوريا واضح بأنه تم تحييد سوريا عن هذا المشروع وعن العلاقات خلينا نقول بين دول الخليج العربي صار في نوع من فك المصالح أو عدد مرتباط مصالح هذه التكتل أو هذا التكتل الذي يتضح يوم بعد يوم مع سوريا بالتحديد وربما نحن أمام يعني سيناريو هين في سوريا إما أن تبقى منطقة سوريا منطقة صراع مثل اليمن ليبقى التهديد على هذا الطريق قائم والحماية بيد الولايات المتحدة الأمريكية كما في اليمن في الجنوب أو يترك لإنفاذ المصالح الإيرانية لأننا نعرف أن إيران وروسيا ربما يعني التقاسم بين البلدين يتقاسم الموانئ السورية أو الشاطئ السوري والطرق البرية نعرف أنه نحن هي في يد إيران ما نعرف قديش رح يكون في تغيير على هذا الحال كيف بتتم المقايضة نحن شفنا يعني الأيام الأخيرة في اشتباك في نوع من طرد الميليشيات الإيرانية خارج سوريا هذا الوضع هل بديضل بشكل يعني دائم أم سيعاد التفاوض وإعادة انتشار الميليشيات الإيرانية والتقاسم المصالح الصورة ما نواطع ولكن أصبح هذا المشروع جزء من يعني اللغز اللي نحن عم نعيشه وتشغيل هذا الجسر بحل جزء من هذا اللغز يوضح جزء من هذا اللغز دون أن يوضح الصورة كاملة ما علينا إلا أن نتابع ونرى ماذا يكون في التطورات ونكون دائما على تواصل شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء